أهلا بكم لم يعد النزوح هو المعاناة التي يقاسيها النازحون في مراكز الإيواء المنتشرة في كل مناطق القطاع من رفع حتى وسط القطاع فتداعيات النزوح هي الأكثر خطورة وكارثية على النازحين نتحدث عن استقدام النازحين للنار والحطب وما إلى ذلك لتسيير أمور حياتهم اليومية ما تشاهدونه في الصورة هو ما تبقى من عدد من خيام النازحين كانت تتواجد في هذا المكان وبداخلها عدد من الأسر الفلسطينية التي نزحت قصرا من شمال القطاع وأجبرت على النزوح والتواجد في هذه المناطق التي تفتقد لأدنى المقومات الحياتية والإنسانية كانت هذه العائلات تسيير حياتها كما باقي العائلات النازحة خيام بجانبها مواقد النار التي كانت أو كانوا يستخدمونها لإعداد الطعام وتسخين المياه وفي خضم هذه المعاناة استعلت هذه الخيام وباتت أثرا بعد عين لم تعد هذه الخيام صالحة لكي تأوي من كان بداخلها من النازحين واقع صعب عاشته عائلة نصار النازحة من شمال القطاع وباتت اليوم في الشوارع لم يعد لها أي موطئ قدم ولا أي مكان تأوي إلي هذه العائلات النازحة نتعرف عن قرن حول ما حدث في هذا المكان بفعل الحرب الإسرائيلية وتداعياتها وبفعل أيضا أن تأوي إسرائيلاته القطيرة كيف حالك الحمد لله أتعرف عليك محمد أسعد ما صار محمد ايش اللي صار في هذا المكان طبعا قاعدين نازحين احنا في هذا المكان كما قلت وعرفت المشاهدين قاعدين زي دايما يعني جاري طبعا عالنار وعالحطب بطبخ كل جمعة زي دايما يعني وعادي ما لقينا ألة النار عبت واشتدت النيران في الخيم عنده طبعا النار كانت قوية وماشي حاولنا نشرد وطبعا اطلعنا زي ما أحنا زي هيك طبعا ما عنده غاز ولا عنده جرة وكان عالنار يعني كان موجود هانا خيمتين تقريبا وكانوا باستخدموا النار لإعداد الطعام وكذا فاشتعلت النار في الخيم اشتعلت النار عنده راحت خيمته طبعا النار بتمشي مع هابو الريح وراحت خيمتي معه طبعا الجيران تضرروا كما تشاهدون خلينا نقرب نشوف المشهد عن قرب شرح له عن قرب تم هانا وقد وقد النار دايما النار هانا تكون شعلة عالطبيق وعلى النار يعني معاد غدا وزي ما تقول بشتغل وتم تشعل النار في المكان هاد وبينه وبينه النار اشتعلت فيه بعد ما اشتعلت فيه النار بتسبح يعني تشعل واحنا بنتحدث كمان عن نشتعل النار مش بحطان وبطون بنتحدث عن نشتعل النار بنيلون وقماش وسفنج زي كنها بترول كما تشاهدون بقايا الناران هذه الخيام اللي تضررت بجانب خيام هذه الخيام بجانب خيامنا وهنا كما تشاهدون بقايا الخيمة اللي كنا قاعدين فيها طبعا زي ما تقولوا شتا جاي وتعب وشقا وكنا نحضر للشتوية كنا مجاهزين الخيمة ما تضفق شيء وطبعا الملابس كلها راحت والاطفال والبنبز حتى البنبز كله راح كما تشاهدون يعني خرجنا منها بعجوبة وطلعنا زي ما احنا زي هيك يعني ما تبقى شيء مين كان بداخل الخيم وقت ما تم احتراقها؟ تم احتراقها كنت انا موجود ومرتي انا ومرتي والاطفال يعني زي دايما وما لقينا الا النار شيء هافر يعني فيش مجال انك تطفي وانك تعمله بالساوي المطلوب فاطلعنا منها بعجوبة بعد هيك انت ورحتوا اليوم هاد الخيم كانت يعني بمثابة هي بيوت للنازحين اليوم انت ورحتوا بعد هيك انا طبعا رجعت عند اهلي وزوجتي يقول الحمدلله يعني زي ما تقول اطريق ميلاد وكانت حامل يعني كانت حامل وعطريق ميلاد وزي هيك ضلت عند اهلها واللي كانوا في الخيم التانيين في التانيين نفس القصة يعني موجودية ولكن يعني حتى الخياء اللي ما تطاق بشي حاجة ما ثابت لها ولا حاجة هاي منها عن هيك كل غير هذا راح اي ما تبقى من الخيام اي كما تشاهدون يعني واضح انه هذا المكان تضرر بشكل كبير وحتى الاسر في محيط هذه الخيام التي احترقت ايضا تضررت بفعل الحريق تعالي يا عم ايش اسمك سما كيف حالك يا سما لا سما انت كنت هاي لما صارت الحريقة اه كنت في هاي الخيمة بس بعد ما اني شفتها لبقت ما عرفت ايش بدي يسوي بعد هيك بشفتها بتتقرب علي خفت صرت اسرع ما شفت المنظر من هنا كيف بدي اطلعها هل قتب ارففيها قعدت ازعج بنت عم محمود الصغيرة بعد ما تبقى شفت انه طلعت بعجوبة شفت انه ما تبقى بشيء من هذا الحريق الذي صار ولما اني اول حاجة اطلعت برا بديش اضلني هانا ليش لانهم كانوا ابي واختي وخوايتي كلهم كانوا يطفل الحريق عشان ما نروحش كلها فيها طوب الصلاع حتى هاي في الفجر بسير بدي اصلي بعرفش كيف بدي اصلي انت حرق كله 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 راح يعني انت كنت خايفة يا عمو؟ كتير يعني انت هربت من القصف ومن الموت من الشمال وجيت هانا على الجنوب وقعدت في الخيام؟ اه بالمأوى لعدنا بمأوى عم وابو عاهد بعدها ما كلهم صاروا طلعوا بعدها احنا طلعوا ممراهم متى بقى حاجة من هانا طب اليوم ما فيه الكسر ما فيه خيام وين هتروح؟ ونروح الشوارع ايش بتتمني يا اسما؟ سامة يا سامة ايش تتمني؟ بتتمنى اطلع من الحرب بس بس اكون بحالي وما اضررش انا لا اخوتي ولا اخواتي يعني اكيد سلمت هذه العائلات من الوضع المتفاقم في شمال القطاع ولكن لاحقتها تداعيات النزوح القطيرة والكارثية المرتبطة بالواقع المعيشي وكذلك الواقع الإنساني الذي يتفاقم يوم بعد يوم تحت وطنة هذه الحرب الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة ومستعرة على كل الفلسطينيين في هذا المكان هذه الخيام التي ظن أصحابها أنها ستكون مأوى لهم يحميهم ولو بش بالحد الأدنى من القصف ومن الدمار الذي يلحقهم في كل مكان لكن النار قد أكلت هذه الخيام كيف حالك يا عمو؟ الحمد لله ميش اسمك؟ صبا ميش صار صبهان؟ هنا صار حريقة كتير وأجوا الناس من برا صاروا يجروا جراي وصاروا يحكوا إحنا نحكي حريقة حريقة إحنا نحكي حريقة حريقة ونطفئ ونجيب ماء من خيميتنا ونطفئ كنتي خايفة كتير؟ أه وطلع ولد من هنا ابن عمي طلع وصار يصيح وأخذنا عنا وطلعت بنته من هنا صغيرة وأخذناها ولبسناها بقت تتحمم هي وأبوها لكن لكن كنتوا خايفين زي ما بتخافهم القصف والصواريخ أه كنا خايفين كتير على ابن عمي وعلى بنت عمي كمان أبوها هتروحوا الآن ما في خيمة الآن ابنت عمي بتنم في هذه الخيمة عند بضاعتهم والولد بنم في خيمتهم بقى الولد عند أخته هو هذا كمان الزلة ما رح عند أهله بقت هنا خيمته هي خيمتهم حرقت وبقت هناك شكرا شكرا يا عمي ما لا يعرفه المشاهدون أن النازحين يحصلوا على هذه الخيم بشق الأنفس في ضل أعداد النازحين الكبير في كل مناطق النزوح تحدث ليس عن عشرة آلاف بل مئات آلاف من النازحين الذين يعيشون دروف قاسية ومن بينهم عائلات فلسطينية كاملة بينها أطفال ونساء وعائلات كبيرة تحصل على هذه الخيام بصعوبة بالغة عبر المؤسسات والجمعيات الخيرية ومعنى أن تحترق هذه الخيام أن مسيرة النزوح لهذه العائلات ستبدأ من جديد بالبحث عن مكان البحث عن خيام ثم البحث عن ما تحتوي هذه الخيام من فراش وملابس وما إلى ذلك التي حصل عليها النازحون بصعوبة على مدار عام كامل من هذه الحرب الإسرائيلية التي ما زالت تتفاقم في هذا المكان أكثر من تضرر في هذا المكان عدد كبير من الأطفال كانت تحتويهم هذه الخيام في هذا المكان تعال يا عم كيف حالك؟ الحمد لله كيف حربتوا من الحريق؟ بسرعة زعبوا علينا كان أبوي بالحمام بتحمام ويعني بسرعة شربنا لو لم تطفوش الناس اللي برا كنا محرجنا هنا يعني النار هي كفجأة لقيتوها مشتعلة في الخيام؟ آآ كلها حرقت خيام الناس اللي جلمين جيرانا وكانت شوية تحرق كل خيامنا أحنا وحركة هاي الخيام وهاي 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 وهذا المحمر بنام عندنا طب في هذا الوضع اللي انت شايفه الوضع السعر من وين حتجيبه خيام بعدك؟ من داري يعني يا هاينا بالشارع يعني كل واحد عندي في البنام يعني اللي كانوا تستخنيه في الخيم يقسموا حارهم عباق الخيام وفي منهم بالشارع صح؟ طب ايش تتمنى في هذه الأوضاع؟ نتخلصوا الحرب ونصرقوا لنا بخير وسلام وكل واحد يجي له خيمة ويقعد فيها طبعا بعد ما فقدت بيوتكو في الشمال صح؟ آآ صح تيت شكرا يا عمو هذه العائلات فقدت كل ما تملك ونزحت إلى جنوب القطاع وحصلت على هذه الخيام والآن هذه الخيام احترقت وكل تمنياتها أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن ولا تبدأ بمسيرة نزوح جديدة تبدأ بالبحث عن خيام وما تحتويه هذه الخيام هذه رحلة النزوح القاسية التي ما زال يعيشها النازحون في هذه المناطق وفي كل مناطق النزوح في ظل أن الواقع في داخل القطاع يفتقد بكل مقومات الإنسانية والحياتية والمعيشية وكذلك الصحية حرب ما زالت مستعرة وتلقي بتداعياتها على كل واقع الحال من مواصف مدينة خان يونس من أقصى جنوب القطاع لقناة الجزيرة مباشرة جمال عدوان